أسواق مهددة في صنعاء القديمة بأن يمحوها الحوثيون تحت خرافة ما تسمى بالأوقاف هذه المرة سوق المحدادة وسوق العرج وسوق المعدن وإلى جوارها أسواق عدة في سوق الملح يرى الحوثيون بأنها بنيت على مدى أكثر من 800 عام على أراضي تابعة لوقف جامع الإمام علي بن أبي طالب الجامع الذي بني في السنة الثامنة هجرية حملة الأوقاف التي تقوم بها الهيئة الحوثية والتي تستند فيها على وثائق يقول القائمون عليها أنهم حصلوا على نسقها من مكتبة الجامع الكبير وهي وثائق لم تقف عند سوق الملح فقط بل تجاوزته إلى محاولة الحوثيين السيطرة على قرية عصر المدخل الجنوبي للعاصمة المحتلة صنعاء يقول الحوثيون بأن قرية عصر قد خضعت للوقف في القرن السابع الهجري أي قبل 700 عام وأن عامل الجوف حينها أوقف غيولها وأراضيها ومنافعها ومراهقها لصالح من يسمونهم آل بيت رسول الله والمتعلمين وغيرهم وتأتي هذه الحملة الحوثية في ظل وجود أوراق بيع وشراء ومخاوف من تهجير السكان والتغيير الديمغرافية لم تقف الحملات عند قرية عصر فقط فقد سيرت الميليشية على مدى ثلاثة أشهر ماضية حملات عسكرية لتنفيذ عمليات سلب ونهب منظم لعقارات وأراضي ومزارع المواطنين في أحياء الروضة في العاصمة المختطفة صنعاء كما أنه تم تسير حملات عسكرية إلى مديريات همدان وصرف وبني مطر وبني حشيش خطوات الميليشيات الحوثية حذر منها مراقبون ووصفوها بأنها محاولة لإحداث تغيير في التركيبات السكانية التي ظلت طيلة عقود حاضنة لكل اليمنيين في صنعاء ومساعي الحوثيين لإنشاء حزام طائفي يدين بالولاء للميليشيات كما أن هناك مخاطر على مدى المستقبل القريب على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي وقيم التنوع وإمكانية العيش المشترك بين اليمنيين تأتي محاولات السيطرة الحوثية على أراضي اليمنيين مؤخرا في ظل إيقاف من الميليشيات لعمليات البيع والشراء في أراضي صنعاء وتعين أمناء شرعيين تابعين لهم ولجان عدلية وحارس قضائي وإجراءات سلب ونهب وتجريف للحاضر تحت صبغة الماضي